أنا كنت أتكلم حرارتكم قبل أن أروح لكريم في المغرب على الحالة اللي حصلة في جنوب أفريقيا ويمكن ده هتقروه في تصريحات موتونج جونيور وهو ده المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي اتكلم شوية عن المطش إحنا يمكن تصريحات دي خاصة لبرنامجنا برنامج السادسة وأنا الحقيقة يمكن من ضمن بين السطور كده لاحظت أنه في حالة إحنا زمان لما كان نادي مصري مش بس الأهل أين دي مصري كان بيلعب في بطولة أفريقيا أو في نهاية بطولة أفريقيا كان دايما بتحس مش عارف هي السوشال ميديا اللي عملت ده ولا ثقافة جيل جديد ميل شوية للعنف أو للتطرف مش فاهم بصراحة لكن أنا اللي تعودنا عليه طول عمرنا لما كان فيه قولة وتانية وتالتة قناة قولة وتانية وتالتة أنه لما كان فيه فريق مصري مأولين إسماعيلي زمالك أهلي كانوا بيقولنا كده أنه بيلعب بإسما مصري فكنت تلاقي حالة التوحد كلها وراء الفريق ده كنت تلاقي مصري كلها وفا في ظهر وسأل إعلام الصحف تطلع أو في منشتاتها تتكلم أنه الفريق ده X Y Z مش بس بالله بتتكلم على الأهلي بتتكلم على أي فريق مصري وأنا شايف نضاد طبيعيه المنطقي يعني أولاد بلدي في الآخر في بيننا منافسة في بيننا يعني يعني دي حلوة الكرة القدم لكن أبداً عمرها ما توصل لفكرة أن أنا أكره أو أن أنا حب لحد تاني غريب علي أنه يفوز على ابن بلدي عشان خطر إحنا بنتشافز بيننا وبنبق يعني الفلسفة المنطق ده مش قادر يستوعبه وخصوصاً لما يطلع من ناس مسؤولة وناس كانت نجوم وناس لها جماهير بتقلدها وبتشوف هي بتفكر إزاي بتفكر إزايها عيب جداً عيب جداً أنه حد يطلع يكلم على أي نادي مصري بيمثل مصر في بطولة أفريقيا يقول لك أنا مش هشجعه هشجع فريق التالي الخصب بأي منطق بأي طريق تفكير بأي فلسفة بأي عقلية بأي يقول زي ما أنت عايز شيء مش ممكن الحقيقة وقلت قبل كده مراراً وتكراراً أنا ما عنديش مشكلة أبداً أنه الخلل ده يكون عندك بس عندي مشكلة أنك أنت تعلن عنه عندي مشكلة أنك تتكلم فيه عندي مشكلة أنك تجاهر بيه قدامنا